تمام تكمل التمرين ثلاثها في رياضيات صف تانية تناوي اللي هو الدوال النسب المثلثية صفحة 86 وصلنا للتمرين اللي هو جيم تمرين جيم شي يقول نفس الشيء هو أوجد قيم سين حيث أن سين أكبر من 9.0 وأسغر من 9.360 لتنين جتا تربيع سين ناقص ثلاثة جتا سين زايد واحد تسعوي سفر هنا لو كنت لاحظوا المسألة فيه تنين جتا تربيع وفيه ناقص ثلاثة جتا سين زايد واحد تسعوي سفر من الواحدة الأولى واضح عليها أن هذه مقدار تولاتي هنا تربيع هنا جتا بس وهنا رقم معناها مقدار تولاتي لنعفوه اللي هو مقدار تولاتي اللي هو رمز سين تربيع زايد رمز سين زايد جيم يساوي سفر هذا مقدار تولاتي فهذا الشكل الوضع عليه مقدار تولاتي بهيه إذن هذه تتحول إلى قوسين تساوي سفر اللي هي الأولى اللي هي 2 جتا سين مضروبة في جتا سين هنا ناقص واحد ناقص واحد حيث لو ضربتها تعطيك ناقص 2 جتا تربيع سين بعدين ناقص 2 جتا سين ناقص جتا سين هي ناقص 3 جتا سين وناقص واحد في ناقص واحد بموجب واحد كويس هنا عندي زوز فهنا عندي زوز إما هذا يساوي سفر أو هذا يساوي سفر تعال هنا كيف أن تساوي 2 جتا سين ناقص واحد تساوي سفر ن pasar 1 طرف الآخر وطبعا التالي خطئ لن كتبوها وهي جتا سين ناقص واحد تساوي سفر كويس ننظر الناقص واحد تساوي سفر كيف نقولها تولي 2 جتا سين تساوي واحد نقسمه على 2 للطرفين تولي جتا سين تساوي نص لأن التنين دي مشمع تنين ما هي جتا امتعتنا لتساوي 0.5 قلناها فيما سبق سين تساوي نأخذ الزاوية معكوسة اللي هي جتا انفس للنص صح ولا باش نجيبوا قيمة سين نجيبوا لتساوي معكوسة طرفين فسين تساوي جتا انفس للنص إذن شنية الزاوية اللي تعطينا نص طبعا نظن ندرسناها في الفيديو السابق اللي هي الزاوية اللي تعطينا نص اللي هي 60 وقلت لكم في فيديو السابق شنية اهو خلنا اكتب عليكم هنا كوسين انفس للنص اللي هي 60 لكن هو وقالك يدرسها من سفر لتساوي 60 هني كل جبار ظالم جتا داهية هني كل هني معناها الجتا طلعناها الجتا هني طلعنا السين او التيتا تساوي 60 اللي هي هذه وين الجتا التانية تكون موجبة كل جبار ظالم جتا داهية اللي هو الجتا الأخيرة هادي هنا تكون جتا موجبة اللي هي هدي احنا يقولنا هدي تيتا هادي 180 ناقص تيتا هادي 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 180 زائد تيتا هادي 360 ناقص تيتا اذا اذا هادي هادي تيتا اللي هي 60 طلعناها وهادي في ضربة الاخيرة اللي هو 360 ناقص تيتا 360 ناقص 60 اللي هي 300 صح ولا 360 ناقص 60 هي 300 طلعنا اول زاوية ثانية خلينا نطلعوا الزواية الثانية جتا سين ناقص واحد سفر نرفع ناقص واحد طرف الآخر هي جتا سين تساوي واحد إذن سين تساوي شنو الزاوية المعكوسة للواحد الواحد تكون الجتة تكون فيها واحد فما واحدة جتة تكون أكبر ما يمكن هنا فيديو سابق رجع له تكون عند الزاوية 0 وال360 إذن الزاوية هي 0 وال360 صح لا هنا أكبر ما يمكن هنا أصغر ما يمكن هنا تساوي ناقص واحد هنا تساوي واحد هنا تكون جتة 0 وهنا جتة 0 فجتة تكون واحدة أكبر ما يمكن عند الزاوية 0 و360 لماذا 360؟ لأنها دورة كاملة هذه دورة كاملة كلها 360 و0 لأنها في البداية إذا مجموعة الحل هي 0 60 300 360 0 60 300 360 دي لها بالترتيب وهذا هو بنسبة إجابة الفقرة جيم نتقلوا إلى الفقرة دال الفقرة دال يقول لك 2 عفوا الفقرة دال 2 جتة تربيع سين دال هذه جميلة 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 لو كانت تلاحظ من الوحنة الأولى هنا ليس مقدار تولاتي لأنه لا يوجد رقم في الأخير ليس لسؤال السابق وعندي هنا جتة وجاء فش ندير؟ لو كانت تركزوا شوية نعفو أنه في قانون يقول جا تربيع زائد جتة الله أكبر الله أكبر هذا المغرب توساوي واحد نعفو أنه جا تربيع زائد جتة تربيع تساوي سفر تساوي واحد هنا عندي لكن 2 جتة تربيع وهنا عندي جا واحدة تربيع فنقدر نقسم هذه الإزغاص نقدر نقول جتة تربيع سين زائد جتة تربيع سين اللي هي لو كانت جمعتم تعطيك 2 جتة تربيع ناقص 2 جتة سين زائد جتة تربيع سين توساوي سفر ناخد واحدة من هنا وحيدة من هنا ووحيدا من هنا نعود بقيمتها بواحد إذن واحد زائد جتا تربيع سين ناقص اثنين جتا سين تساوي سفر خلينا نرتبها نخلو التربيع نرتبوها تولي جتا تربيع سين ناقص اثنين جتا سين زائد واحد تساوي سفر هذا أصبح عندي مقدار تولاتي لأن هنا تربيع هنا جتا وهنا عدد كأنها كأنها ألف سين تربيع زائد باس سين زائد جيم تساوي سفر صح ولا مقدار تولاتي هذه مقدار تولاتي هو نقدر نحلوه إلى قوسين منها إما جتا سين وهنا جتا سين لو ضربتم يعطيني جتا تربيع وحاصل ضربهم وجاب واحد وجمحهم ناقص اثنين معناها ناقص واحد وناقص واحد لأن ناقص واحد في ناقص واحد تعطيني زائد واحد ولو كان ضربت حتى تربيع ناقص اثنين جتا سين لأن جتا سين في ناقص واحد بناقص جتا سين وناقص واحد في ناقص جتا سين بناقص جتا سين لو شمعت تربيع ناقص اثنين جتا سين كما تلوح اسفر سببوس نعطي السوق ساوي سببوس 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 الواحد. وحنا اذكرنا فيه ما سابق قداش مرة. قلنا ان هنا الجتا اكبر ما يمكن. هنا تسوي قيمتها واحد. هنا تقيمتها واحد. اللي هي في زاوية شني? اللي هي في زاوية سفر والزاوية تلتمية وستين. صح ولا? اذا مجموعة الحل هي تساوي سفر وتلتمية وستين. وهذا هو بالنسبة للفيديو. نتمنى تكونوا قد استفدتم معي. في الختام لا تنسى الاشتراك في القناة. ان شاء الله حنكملوا في الفيديوهات القادمة باقي هذا التمرين. اللي هو تمرين ثلاثة ها. اعتقدو هذا اللي وصلت له في ثانية تانوين. فنتفك في روحي مش رحة من قبل. المهم لا تنسى الضبط على الاشتراك في القناة وكذلك اعجب الفيديو لكي يصل لباقي زملائك. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.